لها سبب يا دكتور واضح يعني هل في سبب للتكوين الأكياس ذي انها تبقى موجودة؟ وما كانها تبقى موجودة فين كمان يا دكتور؟ في سبب في تكوين الخلايا الموجودة الخلايا دي الأكياس بتبتدي عن طريق تجميع مجموعة من الخلايا مع بعض بيجمعوه وده مش طبيعي ويمسكوه في بعض أو يعني يكونو زي الدائرة وكل ما بينسبها الخلايا دي بتكبر وتبتدي الدائرة دي يبقى النص بتاعها سائل بتتحول الدائرة دي إلى بلونة الخلايا بتزيد طبعا مع سيبان الموضوع التطور بتاعها أن الخلايا دي بتتكاسر والسائل ده بيزيد زي بلونة بنفقها هواء أو بنملاها مياه فكل ما البلونة كبرت كل ما ضغطت على الأنسجة المحيطة وبالحجم بتاعها بيجبر طبعا ده في ناس او قاتي بيوصل الحجم تبقى عاملة زي البرتقانة يعني بالزبط بالزبط ممكن توصل لأي حجم وكل ما بتكبر هي بتاكل في الأنسجة اللي حواليها وبنشوفها في الأشعار طبعا سواء البانوراما أو السيتيز أو الحاجات دي كلها بنشوفها بأحجام كبيرة جدا بتبتدي تاكل في عظام الفك سواء الفك العلوي أو السفلي أكتر وأكتر وتوصل لأي حاج علاجها ايه يا دكتور ازاي يتم علاجها هل الاستقصال ولا في ناس كتير قوي يا دكتور بتفضي الكيس ده بس بعد فترة بيرجع يتكون تاني ده صحيح لأنه تفضية الكيس بس مش ده العلاج المناسب ده بيقل الضغط بتاع السائل اللي بيضغط وبيكبر لكن ما حلش المشكلة الحل الجزري للمشكلة دي أن احنا بنفتع ونفضي الكيس ونشيل الغشاء بتاع الكيس ده ويتشيل بكفاءة عالية جدا وبمرجن أمان بحيث أنه ما يتجمعش الخلايا دي تاني وما تتكونش تاني وما تتعيدش الكيس ده تاني في بعض الأحيان لما الحجم الكيس ده بيقبر إلى حجم معين بنحتاج أن احنا بنحط عظم وبنغطي العظم ده لأن كمية العظم هو كبيرة فبنحنا بنغطيها بحاجة اسمها ميمبري ده غشاء معين بيتعمل بالهندسة الوراثية بيبقى هدف منه أنه هو يغطي العظم اللي بنزرعه جوه هذا الكيس أو هذا الفراغ كتعويض للتآكل الكبير في العظم في بعض الأحيان بنعوز يعني حاجات أكبر من كده أن احنا بناخد عظم من المريض نفسه في عندنا في جسمنا مخازن للعظم في أماكن كتير في عظمة الحوض في جزء نقدر ناخد منه عظم ساعات بناخد حاجة من الربز اللي هي الدلوع ساعات بناخد عظم من عظمة معينة في القدم بنحتاج لما تكون حاجات كبيرة بنحتاج أن احنا نخدها ونطوعها ونشكلها بشكل معين